بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الأشباب نهارده إن شاء الله عندنا حلقة مهمة جدا النهارده يكون ضيفاي فيها الجزء التاني الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وأيضا مستر بروكتش المدير الفني الأجنبي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي هنتكلم معاهم عن الموسم الماضي أبرز السلبيات أبرز الإيجابيات شافوا إزاي الموسم المنقضي وأيضا الموسم القادم الفترة القادمة إن شاء الله فترة مهمة جدا كان فيه اجتماع مهم أيضا مع لجنة التخطيط مع الكابتن خالد بيبو وأيضا مصر بروكتش هنعرف أبرز ما يدار في هذه الجلسة وكمان الرؤية المستقبلية بالنسبة لقطاع الناشئين ولكن ده كله هيكون معانا في الجزء التاني النهارده من حلقاتنا قبل ما نروح لحلقاتنا برضو النهارده عايز أتكلم عن يعني حديث الشارع الأهلاوي وكل الأهلاوية بيتكلموا عن مباراة الأهلي وكايزر تشيفز المباراة المرتقبة إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة في ملعب محمد الخامس في المغرب مباراة بينتظرها كل الأهلاوية كل التوفيق إن شاء الله للعب النادي الأهلي والجهاز الفني عايز أقول لحضراتكو برضو كواليس يعني اللي بيحصل في بعثة النادي الأهلي النهارده بعثة النادي الأهلي غدرت الساعة أربعة على طائرة خاصة كان رئيس البعثة طبعا زي ما احنا عارفين خلال فترة السابقة الكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب بيكون مهم جدا تواجدوا فيه المباراة الحاسمة زي المباراة الأفريقية إن شاء الله اليوم السبت القادم زي ما احنا شايفين دلوقتي كابتن محمود الخطيب مجرد ركب الطيارة سلام لكل اللعيبة يبقى الرسالة وصلت الرسالة وصلت إن احنا عندنا مباراة مهمة إزاي يكون التركيز من بداية المطار هنا من مطار القاهرة كل اللعيبة كل الجهاز الفني كل الجهاز الإداري هناك هيكون فيه قفل تام جدا على الفرقة علشان يكون فيه تركيز كبير جدا مشوار البطولة الأفريقية كلها إن شاء الله التسعين ديئة القادمة تسعين ديئة محتاجة تعب محتاجة جهد محتاجة تركيز علشان الجيل ده وجيل فعلا يستهل كل خير علشان الجيل ده يدخل التاريخ من أوسع أبوابه زي ما شفنا قبل كده جيل 2005 و2006 في النادي الأهلي اللي بيحقق البطولة الأفريقية لسنتين وراء بعض 2005 و2006 وكان ليه الشرف إن أنا أكون موجود في هذا الجيل وبرضو جيل 2012 و2013 للنادي الأهلي يحقق البطولتين الأفريقية وراء بعض في 2012 و2013 نتمنى كل التوفيق للجيل ده علشان يكتب اسمه في تاريخ النادي الأهلي وزينا بقول لحضراتكم وفعلا جيل يستاهل كل خير فعلا رجالة شفنا الحمد لله أربع مقشاط السابقة للنادي الأهلي في مستوى رائع من لعبة النادي الأهلي أداء بمكسب بتحقيق كمان يعني أهداف في المباريات بنشوف في مباراة المؤولين الأهلي بيكسب اتنين بنشوف في مباراة سموحها الأهلي بيحرز أربع هداف المباراة السابقة من مصر المقصة رغم تأخر النادي الأهلي بيحرز أربع أهداف بلغة الكرة في لعبة الحمد لله قبل المباراة المرتاقبة يوم السابت في لعبة فائت محمد شريف بيوصل ما شاء الله لأفضل حالاته صلاح محسن تغييرة رائعة بينزل يغير في الشوط التاني كمان الروتيشن اللي عمله مستر موسيماني علشان يدي راحة لكل اللعبة كنا بنشوف عمرو السلاية بيقعد في مباراة ويدخل في مرة تانية نفس الكلام حمد فاتحه أليو ديانج وبدر بنون الراحة اللي بتتم بين اللاعبين برضو الحمد لله كل لعبة النادي الأهلي استحبها معها مستر موسيماني كل اللاعبة في حالة جيدة ما عندناش إصابات بفضل الله بفضل الله من هنا اليوم السابت يا رب تكمل على خير وما يكونش عندنا إصابات مستر موسيماني استحب كل لعبة النادي الأهلي معاه حتى وليد سليماني لخارج المباراة فضل إنه يكون موجود مع الفرقة برضو ندفد محمد محمود لعبة بعيدة عن فريق النادي الأهلي فضل معنويا ونفسيا إن اللاعبة دي تكون موجودة إن شاء الله وليد سليمان طبعا ليه دور مهم جدا واحد من كبات الفريق ليه دور نفسي ومعنوي وكلامه مع اللاعبين داخل غرفة الملابس بيكون كلام مهم جدا وليد سليماني اللي عنده خبرات كبيرة إزاي يقدر ينقلها للعيبة آآ في المباراة القادمة برضو هقول لحضراتكو برنامج بعثة النادي الأهلي النادي الأهلي إن شاء الله يصل النهاردة على حوالي الساعة السامنة أو التاسعة إن شاء الله النهاردة ما فيش تدريب خلاص اتمرنوا التمرينة النهاردة في ملعب مختار التيتش قبل التوجهوا للمطار بكرة إن شاء الله أربع والخميس هيكون التدريب للنادي الأهلي الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وده توقيت المباراة هيكون بكرة وبعد بكرة على ملعب فرعي يوم الجمعة القادمة هيكون التدريب الأساسي على ملعب محمد الخامس هيكون الساعة التاسعة وقت ملعب وقت آآ المباراة هو ده البرنامج ودي أبرز ما يدور دلوقتي في بعثة النادي الأهلي لزي ما أقول له حضراتكو فيه تركيز كبير كابتن محمود الخطيب الرسالة وصلت خلاص لللعيبة يعني منذ اللحظات الأولى منذ وصول اللاعبين إلى المطار القاهرة قبل قبل مطار كازابلانكا فالرسالة وصلت بيتبقى شيء وده شيء مهم جداً المدير الفني مستر موسماني اللاعبين كله بيعمل عليه لكن بيتبقى شيء مهم جداً في عالم كرة القدم وهو التوفيق نسأل الله إن يكون التوفيق إن شاء الله من حالفنا يوم السبت القادم تكون اللاعبة في حاليتها مستر موسماني يحط تشكيل إن شاء الله جيدة لبداية المباراة وكمان تغييراته تكون إن شاء الله إضافة أثناء المباراة ويكون التوفيق إن شاء الله حليف لعبي الناد لأهلي بنتمنى لهم كل التوفيق